اهلا بكم في حلقة جديدة من الى اخر من اكبر المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الشباب باعتبرهم جزء من المجتمع جزء كبير وكمان بتواجه الاهالي انهم مش عارفين يتعاملوا مع الموضوع ده الوظائف والشغل وفرص العمل والبطالة كل كلمة من دول حواليها الف موضوع ومشكلة بالنسبة للشباب عندهم مشكلة ان هم يلاقوا فرص العمل اللي بتوفر لهم المستوى اللي هم عايزين يعيشوا فيه وبالنسبة لاصحاب الشركات او لرجال الاعمال او للمديرين او لاي حد صاحب شغل في السوق هو بيدور على حد يقدم له افضل واحسن امكانيات تخليه يقوم بشغله على اكمل وجه هل الفكرة كلها بتدور حوالين انا عايز اشتغل ايه واشتغل بمرتب كام؟ ولا في حاجات لازم تتوافر فيا اصلا قبل ما تكلم عن الشغل؟ بمعنى لو دلوقتي افترضت ان انا صاحب شركة الشركة دي انا عايز اشغل فيها موظفين يقدمولي اعلى كفاءة وفي نفس الوقت الربح فمش عايز اشغل عدد كبير اوي بس عايز اشغل ناس توفر لي اكبر استفادة ممكنة فهدور على حد يكون بيفهم كويس في الكمبيوتر ويكون عنده لغة وهدور على حد يكون شاطر في المجال ده مثلا لو هو تسويق او يكون عنده خبرة علشان ابقى مستفيد بشكل كافي طيب الشباب بقى في وجهة نظرهم الحاجات دي كلها عادي ولا فيها مشاكل الفترة اللي فاتت لقيت كتير اوي منتشر على الفيسبوك كومت كده بيتريقوا من اصحاب الشركات ان هما بيبقوا دايما انطلبين مثلا خبرة 3 سنين او خبرة 5 سنين طب اجيب لك منين خبرة وانا لسه حديث التخرج احنا طالعين نرد على الكلام ده النهاردة اول ما بتتخرج من الجامعة بتبقى بتدور على الشغل وانت متخيل انك هتلاقي وظيفة في نفس مجالك وبمرتب كويس وفي وضع مقبول يعني مثلا ماكنش خريج تجارة وتقولي اشتغل كول سنتر وارد على العملة انا عايز حاجة في الحسابات في مجالي او ماكنش مثلا خريج حقوق وتشغلني في اي حاجة في شركة في الاداريات الا لو في الشؤون القانونية وهكذا هل ده صح اصلا هنعرف ده بعد الفوصل استنونا اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة تانية رجعنا لكم بعد الفوصل عشان نتكلم في اكبر موضوع في خلاف بيننا كشباب ورجال اصحاب اعمال او اصحاب شركات انا بدور على وظيفة فمستني ان انا هعود على كرسي مناسب يناسب ان انا تعلمت تعليم عالي واخد مرتب كويس مرتب يوفر لي حياة اجتماعية كويسة وكصاحب شركة انا عايزك تقدم لي اعلى كفاءة اصاد المرتب اللي انت هتاخده ده عشان بس نكون متفقين انا مش هدافع عن اصحاب الشركات انا بس هفكر معاكم بطريقتهم اول حاجة هتقابلها في اعلان الوظائف اللي انت هتشوفه على السوشيال ميديا او اي ان كان اللي هيقولك عليه صديق او حتى هتلاقيه في الانترفيو بتسمعه ان انا عايزك تكون مثلا تحت سن كذا وان تكون متوافر معاك شهادات معينة بالاضافة لعدد سنين من الخبرة خلونا نبدأ بموضوع الشهادات ليه انا مش بتساوى كتعليم حكومي في جامعة عادية زي جامعة القاهرة او جامعة الاسكندرية اي جامعة حكومية عادية بالجامعات الخاصة وبحس ان فيه فرق يعني لما يكون صاحب الشركة متقدم له اتنين حد خريج جامعة القاهرة او حد مثلا خريج جامعة مصر او الامس اي هيقبله هو او لو مثلا من الجامعة الامريكية مبدئيا هو الكلام ده بيحصل على ارض الواقع بالفعل بس في نوعية معينة من الشركات هي بتتطلب ان انت تكون متعلم التعليم ده اللي بتقدم في الجامعات زي يعني لو انا مثلا في الامريكان يونيفرستي او لو بدرس في الجامعة الامريكية فاكيد هيكون عندي خلفية وحصيلة عن العلوم اللي بتتدرس في امريكا او بالطريقة بتاعتها الطريقة الامريكية في التدريس وبالتالي لما تكون شركة هي اصلا معتمدة بشكل كبير على الشغل الانترناشنال اللي بينها وبين الدول اللي برا وتحديدا كمان لو فيه بقى دول اوروبية ما طبيعي ان انا هختار الخريجي الجامعة الامريكية ناهيكم عن جودة التعليم وان هم هيشوفوا انه طبعا التعليم هناك افضل بس مش دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها ازاي هوازن الخلل ده بما ان 98% متعلمين تعليم حكومي بتيجي بقى الخطوة اللي بعد كده واخد كورسات ايه لو مثلا في بنوك معينة بتقدم على شغل بتلاقي الطلب منك كذا كورس روح خده من الاول وتعالى نتكلم هل ده صح ولا غلط خلونا نقول ان هو صح وغلط صح لان هو في البنك ده محتاج منك حاجات معينة تقدمها له مش هتقدر تقدمها له لو انت ما عندكش خلفية بالكورس ده بما انك انت ما درستوش في الكلية وغلط لان انت شايف ان هو لازم بما انك هتحتاجه في شغلك يدرسه لك هنا بقى بتيجي فكرة الحد الشغال على نفسه واللي بيحاول يطور من نفسه طول الوقت والحد اللي بيكتفي بالعادي هل احنا في وقت يسمح بان احنا نكتفي بالعادي الاجابة لأ انت دلوقتي كنت بتكتفي بالشهادة اللي انت بتاخدها عشان بتتوظف توظيف حكومي وبتاخد مرتب قليل بتأقلم نفسك عليه وبتكون كل حياتك عبارة عن بيت بسيط ومرتب يكفيك انت واولادك طول الشهر دلوقتي بقى في ظل التكنولوجيا والرفاهيات الكتير اللي بقت حوالينا هل هينفع تدامشيها بنفس المبدأ انت مستني من وظيفتك ان هي تديلك الستة سبع تلف جنيه بتوعك اللي انت عايزهم يوفروا لك الحياة دي وكمان تكون متخرج من الجامعة بشكل طبيعي من غير كورسات اضافية من غير خبرة ومستني انك تاخد ده طب ازاي بنحتاج ندفع درائب حاجات كتير قوي احنا بنمر بيها زي الدرائب اللي بنتفعها لان احنا بقينا جزء من مجتمع دلوقتي عايش في التكنولوجيا ونوع من انواع رفاهية ما كانش موجود قبل كده فمحتاجين ان احنا نفكر بطريقة غير اللي كنا بنفكر بيها قبل كده نيجي الموضوع الخبرة عايز خبرة خمس سنين طب انا لسه حديث التخرج هجيب لك منين خبرة خمس سنين هقول لكم كام طالب دلوقتي بيشتغلوا وهم في مرحلة الدراسة بينزلوا تدريب في شركات حتى لو من غير فلوس او بفلوس قليلة طب هل ده صح اصلا مش صح معيكم ماينفعش ان انا نزل تدريب واحدة تدرب ويطلع عيني من ساعة كذا لساعة كذا وماخدش مرتب لان انا كده بصرف من جيبي بس دي نقطة هنجيلها دلوقتي انا كتدريب لما نزلت الشركة دي استفدت قد ايه وانا لسه طالب ينفع بقى اتساوى انا وانا بشتغل من اولى جامعة اربع سنين بتدرب بحد كان كل اللي بيعمله ان هو ينزل في الكافيتيريا بتاعة الجامعة ياكل ويقعد مع اصحابه ويحضر بس كام محاضرة ده لو حضرهم اصلا ويروح ينفع احنا الاتنين نتساوى ببعض اكيد لا ما ينفعش خالص ابقى انا اتدربت وتعبت واجي اشتغل انا وهو في نفس الشركة ونقعد في نفس المكان وناخد نفس المرتب دي بقى فكرة الخبرة هو بيبصلها من هنا ان زي ما انت حديث التخرج بس ما اشتغلتش قبل كده خالص في غيرك حديث التخرج قعد كم سنة بيتدرب وبيحاول يفهم طبيعة الشغل فانا لما اجي ااخد حد منكم من انتو الاتنين هاخده هو لاني مش هبزل معاه مجهود في التدريب ولا اني احاول اعلمه الشغل من الاول وجدين هو قريدي خلاص نزل سوق العمل وشاف الكلام ده بنفسه ولمسه على ارض الواقع وبقى عنده فيه خبرة ده تفكير رجال الاعمال او اصحاب الشركات لو فكرنا فيها من ناحيتهم طب ما انا كده بما اني اتخرجت انا هاعد ابدأ المشوار من اوله وقال الاسف هتبدأه من اوله هتنزل تتدرب وهتاخد كورسات وهتحاول تطور من نفسك علشان تعرف تشتغل في شركة من الشركات زي طب بس ده ما ينفعش مفروض اني بتخرج الاقي شغل كويس لا ينفع عشان انت مضطر تتأقلم مع الوضع بالشكل ده طب ما فيه كليات ظروفها لا تسمح ان الواحد يتدرب جنبها او ياخد حاجة زي كده يعني ما ينفعش ابقى انا بدرس بطلع محاضرة مثلا من 8 الصبح ما بخلصش محاضرات غير 5 المغرب وانت سيجي تقوليلي تدريب تدريب ايه اللي هعرف اعمله في الظروف دي لا بينفع بينفع في الاجازات على الاقل بناخد كورسات نحاول نعوض بيها فكرة الخبرة دي لان انا يوم اروح لحد اقوله انا ما عنديش الخبرة 3 سنين بس انا بفهم في كذا وكذا وكذا واخدت كورس كذا وكذا وخصوصا لما تكون حاجات بالفعل مهمة واخدها من اماكن معتمدة مش اي كلام وخلاص ساعتها هيقولي لا تمامي بقى انت كده هتبقى فاهم نقصك بس التطبيق العملي وده هياخد كام شهر الموضوع مش بالصعوبة ومش بالاستحالة اللي احنا بنتكلم بيها صعب بس مش مستحيل وصعب بس مضطرين نتأقلم معا وإيه اللي هنقعد كلنا نعايد في بيوتنا احنا بنحاول نلاقي حل يناسب المشكلة وفي نفس الوقت نفهم الناس دي بتفكر ازاي انا لما كون صاحب شركة مستني ان انت تقدم لي كل الحاجات دي مش انا اللي قدمها لك مش انا اللي هاعد علمك من الاول وجديد واقولك انت هتعمل ايه ودربك ويدليك كمان الكورسات دي طب ما انا كده شغلي واقف مين بقى اللي بينتك في الوقت ده فهو مستني منك ان انت تشتغل على نفسك كويس قوي قبل ما تروح له عملت كل ده وما لقيتش فرص عمل بيحصل ده حقيقي بنفكر بقى برا الصندوق ما لقيتش ليه هو بالفعل فيه ازمة شغل احنا ما بنعترتش على الموضوع ده وما بننكرهوش بس انا شايفة ان كل واحد لو حاول ربنا هيدلي له حاول مرة والتانية والتالتة في كل شركة بتقدم فيها لازم لو ما تقابلتش ما تقابلتش لسبب شوف السبب ده واشتغل عليه ما تقابلتش برضو بعد كل ده نفكر بقى برا الصندوق زي ما قلتلكم كم واحد فينا دلوقتي بيشتغل برا مجاله اصلا اغلبنا 90% مننا بيشتغل برا مجاله واللي بيشتغل في مجاله بيشتغل شغل اضافي جنبه مجالاتنا اصلا ما بقيتش مقفولة زي الاول ما بقناش ماشينها بالورقة والقلم بقى فيه شوية مرونة في الموضوع نقدر ان احنا نكريات مواضيع جديدة نشتغل عليها او مشاريع جديدة نبدأها وبقى اقل الامكانيات من غير راس مال ومن غير مراكز كبيرة نعملها على ارض الواقع بعد عصر التكنولوجيا بقى مسهلة جدا تدور على مجالات كتير وتدخلها حاول معلش تتقبل فكرة انك هتشتغل بحاجة غير اللي انت درستها او جنب اللي انت درستها طب بساعتها بقى ايه لازم تتعليم وانا اتعلم ليه لا لازم تتعلم لازم تاخد الشهادة الجامعية بتاعتك علشان تكون في المستوى الثقافي اللي يسمح لك اصلا ان انت تفكر برا الصندوق وتعمل المشاريع دي فيه كتير قوي معترض على ان المنظومة يبقى شكلها كده بس احنا دلوقتي مش طالعين نعترض احنا طالعين نحاول نحل نحاول نفهم احنا ممكن نعمل ايه ممكن نغير ده ازاي مش اي حاجة تاني انا دلوقتي لو مريت بكل الازمات دي ومش لاقي شغل ومش عارف اعمل ايه فهشتغل على نفسي علشان اقدم في شركات كويسة وما لقيتش شغل ينسبني كل اللي لقيته كل سنتر وسلز الكلمة دي بسمعها كتير جدا وممكن حد يجي يقول لي ما انا ما قعدتش ادرس 16 سنة تعليم عشان في الاخر اشتغل كل سنتر معلش اولا ده ماينفعش ماينفعش نقول كده ماينفعش خالص تستهزق بشغل ايا كان هو ايه كول سنتر يعني اخرتها اشتغل كول سنتر هو ما لهم الكول سنتر يا جماعة دول خدمة عملة اي مؤسسة او اي مجال خلقوا ربنا لازم يكون في خدمة عملة اساسي كل ما العملة بتوعي زاده كل ما هيبقى محتاج ممثلين لخدمة العملة اكتر يعني دي مش شغلانة وحشة ولا حاجة خللنا دي على جامع اي حد عنده شغل في الدنيا اي امكان نوع الشغل ده حتى لو هي مش منتجات مباعة بيحتاج ان هو يعمل لها سلز مش بيبيع الخدمة نفسها او المنتج نفسه او ممكن يكون بيبيع الفكرة الناس بتوعي السلز دول بيبقوا شغلين على ان هم يدخلوا اكبر قدر ممكن من الفلوس للشركة او للمؤسسة برضو دول مش حاجة وحشة خالص كل الموجود كول سنتر وسلز لان كل الموجود خدمات او منتجات بتتباع مع الاختلاف طبعا في المجالات فبالتالي هحتاج ان انا يكون عندي نسبة كبيرة او من الناس دي باقي الوظائف بقى موجودة مرحتش في اي حتة بس انا اتقبل فكرة ان انا هلاقي حاجة خارج اللي انا بشتغله او خارج تخصصي او خارج مجالي تعليم الامريكي ما فيهوش تعليم جامعي بشكل اساسي زينا التعليم الاساسي عندهم اللي هو التعليم السنوي والتعليم الجامعي ده بقى بتبقى درجة اعلى زي مثلا حد درس في الكلية بس ما عملش دكتوراه لو عملت الدكتوراه دي بتبقى درجة علمية اعلى وهكذا وعايشين هيدي حياتهم فما ينفعش ابدا نقارن بين تعلمهم وبين تعلمنا او بين فرص العمل عندهم وفرصنا ده عشان بس اي حد بيفكر دلوقتي ان هو يتكلم ويقول لي طب ما فرص العمل برا مش عارفة عاملة ازاي والتعليم الغربي اولا احنا عايشين هنا في مصر فهنتكلم عن اللي بيحصل هنا في مصر وبالنسبة بقى للمقارنة فلا معلش نبحث كده في موضوع التعليم برا عامل ازاي هنلاقي مختلف تماما عن هنا وشغلهم عامل ازاي هنلاقي برضو مختلف تماما عن هنا هم عندهم مش كل اللي بيتخرجوا بيشتغلوا في شركات وفي بنوك وفي مؤسسات كبيرة توفر لهم مرتبات عالية لا عايزي بيشتغلوا حاجات كتير بيشتغلوا حاجات عالية جدا مش قصدي من الكلام ده انه اي حد يطلع يشتغل اي حاجة بس قصدي لو حاجة وقفت تعالوا نفكر في حاجة تانية حد كان معايا مبارح بيتكلم في انه عايز يعمل مشروع بيشتغل في مجاله وبالليل في شركة الى حد ما برضو في حاجة تخص مجاله بس بشكل غير مباشر بيشتغل وظفتين الصبح في المجال بتاعه وبالليل في الشركة وبيحاول يفكر يعمل مشروع جديد مش كلنا عندنا الطاقة اللي تخلينا ان نبقى منشتغل التالي شغلالات مع بعض بس قصدي احنا محتاجين نفكر بكده أصلا بهنعمل ايه ده كان رده علي هنعمل ايه انا عايزة بقى احسن عايزة جيب عربية عايزة بقى معايا الموبايل اللي انا شايف انه ده الموبايل امكانياته عجباني عايزة بقى معايا لابتوب كويس عايزة عارف اخرج في المكان الفلاني عايزة عارف اقعد في الاماكن زي عايزة بقى عايزة في المستوى ده هعمل ايه هشتغل على نفسي طب مداما كانش موجود زمان ما هو عشان ما كانش فيه كل الاعباء دي احنا عندنا سروة قومية غير عادية من الشباب والبني قدمين لو استغلناها في ان احنا نشتغل هتدخلنا فلوس وهتعلي البلد لانه طبيعي انا بشتغل اكتر فبدخل فلوس اكتر فالاقصات بيزيد وحاجات كده معقدة جدا مش بنتكلم فيها دلوقتي بس هل انا دلوقتي لما اشتغلت على نفسي وحاولت ان انا وفر لنفسي المستوى ده هاعد كل شوية بقى اقول البلد ومش البلد ولا انا كده افدت نفسي قبل ما يكون بفيد اي حد معنا مداخلة ناخد احمد وبعد كده نرجع نكمل كلمة الو الو احمد اتفضل انت على الهو اه اولا انا احبب يعني اذكر حقيقة ولكن المعجبة في المعجبة فيك مثلها بتدعم بالشبكة وتتكلمك مواضيع يعني اغلب الناس وتتكلمش فيها فانا انا احبب حييك جدا على فرسوني في الجميع مرسي احمد كلك زوء ممكن بس تقف مكان في شبك عشان الناس تسمعك بوضوح اه انا سمعك كويس اتفضل اه انا دلوقتي انا عندي اربع عشرين سنة اه اخريكم للتجارة جامعة الكاهرة تمام اه اه يعني انا سمع طبعا كلام حضرتك او الحراها بس انا عايز اتكلم في الوقت اه معينة اتفضل انا حريك قلتي اه اغلب الاماكن بتطلب خبرة وبتطلب 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 طب انا انا كنت طالب وكنت باخد كورسة جامعة امريكية وانزلت اتدربت في اه كاذبان اه فمتهيال انا يعني خذ فكرة عن الخبرة المفروضة بابا متوفرة لأي حد مظبوط طبعا الرد اللي كنت بلاقيه ايه بقى ام اه هو انت معاك خبرة في المكان لست اتدربت فيه بس هنا فيه كورسات اه لازم لازم ان يبقى تبقى معايا انا الكورسات دي مال ممكن اطورها معايا وانا موجود في المكان بل بالعكس اللي انا هاخده طبقه عامل وحتفيد واكيد المؤسسة اللي انا فيها تستفيد منه تمام على سبيل المثال مثلا كان فيه كورس من الحاجات اللي اتقالتلي يعني كورس اسم الكريدت بانكينج تمام بادك ليفته اربعين الف طيب خلينا نتخذ انا لو هدفع مثلا اربعين الف وانا بستة بادرس وطالب بكورس طب انا افتح المشروع الخاص دي اللي انا عايز افتحه مثلا بالاربعين الف او انا اقدر اعمل حاجة تانية اكيد اللي انا بحسه ان فيه بعض الحاجات التعجيزية اللي هو انت لازم تبقى كده عشان انا بقى ده بيحصل بالفعل هو طب اللي مكاني انت بيستني مثلا اللي هو مكاني فيني لو كانت طلب منه كتا نوصل للوبي اكيد انا ليه ليه بقى لا بالفعل لا صح طيب انت بتشتغل دلوقتي يا احمد انا راح عنه ان شاء الله برند ملابس المؤنسين يعني غيرت اتجاهك تماما فكرت برا الصندوق حاولت تشوف حاجة تانية لحد ما تعرف توصل للي انت عايده طيب ايه رأيك في طبيعة الشغل في سوق العمل يعني كمديرين مثلا او كمؤسسة التعامل بيبقى عامل ازاي معاكم كشباب احمد معلش ممكن ترجع تاني المكان اللي فيه شبكة وتكلمنا مرة تانية تقطع الاتصال بس كنت عايزة اسمعها احمد بتكلم في النقطة ردا على اللي انا قلته انه مش كل الكورسات ومش كل الحاجات اللي بتبقى مطلوبة في البنوك او في الشركات او في المؤسسات عموما بتكون بالفعل هي حاجات مطلوبة البنك او المكان اللي هو كان مقدم فيه كان فيه كورس تعصفي كانوا طلبينه منه باربعين الف تعصفي يعني هو ملوش اي معنى ينطبق عليه غير ان هو تعصفي ده بيحصل زي ما احمد قال وزي ما انا كمان بقول انه بيحصل انا ما بنكرش ده فيه اماكن بتطلب حاجات تعصفية هل بقى بتطلب الحاجات التعصفية دي علشان هم عايزين يقللوا عدد الناس اللي شغال معاهم ولا هل ان هم بالفعل محتاجين الحاجات دي فلازم يتعصفوا علشان ياخدوها ولا هل ده ولا ده بس ليهم استفادة معينة مثلا انها تحصل لما ياخدوا الكورس ده فهو بيحاول يحط له العقدة في المنشار ولا مش اي حاجة من كل دول اللي اني دي شروط في المؤسسة غير قابلة للمناقشة ايه بالضبط في كل ده احنا هنسيب السؤال ده مفتوح خلي الرد ليكم بس حاجة كده هناخدها من كلام احمد انه المؤسسات بتستغل الشباب او بتتعصف في الشروط اللي بتحطها الكلام ده حقيقي بيحصل بس تعقيبي على النقطة دي مش على استغلالهم في الشروط اللي هم طلبينها للشباب او للموظفين اللي هيشتغلوا عندهم استغلالهم فيما بعد الشغل فيما بعد التوظيف من اسوأ وقبشع الحاجات اللي انا بشوفها على الاطلاق لما تكون مؤسسة محترمة او المفروض انها محترمة وبتتعامل مع اللي شغالين فيها على انهم مثلا قطع شطران او بلاش قطع شطران عشان انا اريد حاجة اصعب انسان قالي مثلا روبوت بس مش اي حاجة تانية بيتحط في المكان اللي تقاله تحط فيه مش بس كده مطلوب منك تشتغل بأعلى كفاءة من غير تقدير لا مادي ولا معنوي يعني انا لما كنت بشتغل في مؤسسة محترمة وبديهم مثلا اتناشر ساعة من وقتي وببذل كل اللي اقدر عليه وفي الاخر يجي مديري بشكل كده فيه نوع من انواع اللامبالاء او الاستهتار او الاستهزاء اخر اليوم يقول لي انه انت ما عملتش الشئل فلاني ده ليه او انت طلعت وشكله عامل كده ليه ده ايه ده بقى انت مستني مني كده ان انا نديلك اي حاجة تانية او اني مثلا يكون الوقت بتاع الشغل انا اللي هي فيه نص ساعة او ساعة بريك قال ايه في نص ساعة او الساعة ده بيطلب مني حاجة تاني ويا سلام بقى لو الموظف اللي معي شاطر تبقى والدته داعي عليه لانه مدام الموظف شاطر وانا حد بالتفكير او بالاسلوب ده كل اللي هعمله ان انا هبقى بحمل عليه جدا في شغله هبقى عايز شاطارته دي تتفعل في الشغل فيقدم لي احسن عدد ساعاته اكتر كفاءة ممكنة وفي نفس الوقت لا هقدره ماديا ولا حتى معنويا انا هستغله بس الاستغلال ده في الشغل تحديدا اسوأ انواع الاستغلال اللي ممكن حد يتعرض له بعد استغلال البني ادمين كمشاعر عشان ما فيش حاجة قبل المشاعر في الدنيا انا لما استغلت الشاب او الموظف اللي بيشتغل معايا انا خسرت اكتر ما كسبت دلوقتي ما بقاش فيه حد غبي وما بقاش فيه حد هيرضى بالسلبية او الانهزامية كتير كلامي بقى موجه لكل اصحاب الشركات او المؤسسات او اي مشروع انت فيه اعلى من حد تحتك تحتك موظفين او عمال او اي حاجة انا هخسر طاقة بشرية لان هو مش هيديني في الشغل قد اللي كان بيديهوني قبل ما بقى بستغله وبعنفه وبعصفه هخسر على المدى البعيد شوية بس مش بعيد قوي الحد نفسه اللي بيشتغل معايا هيسيبني هخسر شطرته وكفقته وهخسره هو اصلا كحد في مكان فاضي وهجيب حد اعلمه من الاول وجدين وطبعا مع اختلاف شخصياتنا ممكن الحد ده يتعلم بس ما يبقاش على نفس القدر من الشطارة او الكفاءة وممكن يتعلم ويبقى عادي لما الموظف اللي عندي سابني ومشي بقى هيعمل ايه هيدور على اول حاجة هو بيفهم فيها وهيشتغل فيها بس هيحاول يفتح مشروعه الخاص زي ما احمد كان لسه بيقول يعني اعتقد انه براند الملابس اللي احمد شغال فيه هو اكتر حاجة بقى بيفهم فيها دلوقتي لو فكر يسيبهم اول مشروع ممكن دماغه تروح له انه يفتح براند ملابس برضو فكسبت منافس زيادة في السوق ناهيكم عن ان ذي حاجة حلوة لان انا لما تكتر المنافسة انا هيكتر عنزل شركات والمنتجات بس ده كلام مش عاملين اول حاجة هيستخدمها ضد ذي هي كل حاجة تعلمها في مكاني استفدت؟ ناهيكم عن انه اصلا المفروض انه اي حد بيكون شركة او مؤسسة او بيبقى تحته ناس بتشتغل هو المفروض انه هو بيعمل يعني زي عيلة او زي فريق هيكمل بيه بعدين هيعليهم ويخليهم يطلعوا في مناصب اعلى ويجيب ناس تحتهم ويكبر المؤسسة او الكيان او الشركة بتاعته فانا في كل الاحوال كصاحب شركة او كصاحب مؤسسة او كرب عمل عموما انا لو اتعاملت بالطريقة دي مع موظفيني انا خسرة خلونا نطلع من الكلام ده كله بحاجتين الحاجة الاولى انه انا كشاب او كحد بيدور على وظيفة وبلاش نبص تحت رجلينا وبلاش نقفل الصندوق علينا وننشف دماغنا احنا عايزين حاجة واحدة في مجالنا الحياة مش مفروشة بالورد والدنيا مش سهلة اوي كده بنمر مثلا بظروف صعبة كبلد مش هتكلم عنها لا مش بنمر بظروف صعبة كبلد مش دي مشكلتنا لانه انت لو مشيت لقدام شوية او لو رجعت الورا كم سنة هتلاقي ان دي مشكلة برضو بتحصل بقالها سنين وهتحصل تاني انا كل مدى عندي عمالة بتزيد وكل مدى عندي ناس بتتخرج من جامعات وعايزين شغل علشان اوفر لهم الشغل ده محتاج كفاقتهم محتاج اشوفهم متورين نفسهم في قدقية مترداش بالعادي علشان برضو متلاقيش العادي العادي ان انت هتلاقي الشغل اللي ب 1200 جنيه اللي مش عاجبك اللي هو عبارة عن 12 ساعة اللي هو خدمة عملة او ان انت بتشتغل اي حاجة انت مش عايزها اللي مش عادي انك لما تشتغل على نفسك شوية وتتعب شوية هتلاقي الوظيفة اللي انت عايزها وبالمرتب اللي انت عايزه وبصراحة بقى لو ملاقيتوش خليكوا راضين عن نفسكو بس انتوا حاولتوا بكل الطرق ما قاعدتوش تفرجتو ما كنتوش سلبيين ما كنتوش عاملين بس تعدوا في انتقادات وتقولوا المفروض يحصل ويحصل ويحصل وبس علشان المفروض ده مش هيحصل طول ما احنا قاعدين نقول ان هو لازم يحصل وخلاص هيحصل بس لما نتحرك الحاجة التانية اللي نخرج بيها من الفقرة دي الرسالة اللي هنقدمها لاصحاب الاعمال لو عايز تبقى ناجح بجد وتكون فريق او مش هقول عيلة بقى عشان مش لازم الحاجات العاطفية الزيادة دي فريق ناجح يعمل لك مؤسسة نجحة تكبر مع مرور الوقت ما تبقاش استغلالي القائد الناجح مش اللي بيدي اوامره بس اللي بيبقى عارف كويس قوي ان هو بيتعامل مع بني قدمين وبيعتمد في شغله الاول والاخير على التاقة البشرية اللي معاه قبل اي امكانيات تانية لان دي اهم حاجة هستنى مدخلاتكم التليفونية بعد الفاصل قولولي ايه اكبر المشاكل اللي بتواجهوها في شغلكم مع مديرينكم او مع رؤساء اعمالكم ونتمنى انه حد يكون بيسمع منهم الكلام ده ويرد عليه ويقول هو لو بيفكر مثلا بطريقتهم هم كاصحاب شركات او مؤسسات او كاي رب عمل ليه بيحصل ده او ليه بيعمل ده او هو بيكون بيفكر في ايه وهو بيتعامل مع موظفينه بالشكل ده اما بقى لو انتو شبابه بتدوروا على شغل فتابعوا البيتج بتاعت برنامج الى اخره على الفايسبوك الفترة الجاية اي وظايف سواء حكومية او سواء في القطاع الخاص بنشوفها على الفايسبوك او اي هيئة بتنزلها هتلاقوها على صفحتنا على الفايسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل علشان بس محدش يحس ان احنا كنا متحملين على الشباب او ان احنا بنحاول نقولهم اتعبوا احنا عارفين ان انتوا بتتعبوا وعارفين ان انتوا بتشتغلوا على نفسكم وبتحاولوا تطوروا من نفسكم كتير بس بلاش تلبية بلاش يبقى حتى هذرنا في البوستات بتاعتنا مع صحابنا على الفيسبوك ان احنا بنتريع على انه صاحب الشغل عايز خبرة ثلاث سنين طب انا جيبها له منين لا هتهاله لثلاث سنين الخبرة مش صعبة قوي على فكرة احنا بنتخرج من الجامعات وحنا عندنا خبرة في مجالاتنا اربع وخمس سنين اه اربع وخمس سنين بنشتغل في حاجة ويشاء القدر ان احنا ندخل ندرسها كمان فاحنا عندنا خبرة فيها من قبل ما ندخل الجامعة اصلا لما بنتكلم في حاجة زي كده احنا مش عايزين ننتقد وضعه بس احنا بنحاول بس نشوف حلول لها زي ما قلتلكم قبل الفاصل اي حد بيدور على شغل يبقى يدخل على البيج بتاعتنا على الفيسبوك هيلاقي وظايف ان شاء الله اي ام او اب حتى عارف ان ابنه بيدور على حاجة يقدر يدخل ويتواصل مباشرة مع الهيئة او المؤسسة اللي منزلها الاعلان واحنا برضو هنحاول على قد ما نقدر انه لو في حاجات مثلا نزلتها مؤسسات حكومية نبلغكم بيها في اول كل حلقة الجزء التاني بقى من الكلام رسالة جات لنا على صفحة البرنامج هما رسالتين هبدأ معاكم بالاخف فيهم ناس طلبت ان احنا نقول الكلام ده على الهوى ونوصل رأيهم الشخص الاولاني استاذ احمد كان باعت رسالة بيقول فيها انه بقى منتشر قوي صراع بين وجه قبلي ووجه بحري او بين الناس عموما كاهل الحضر واهل الريف وانه الموضوع ده هو مستقمنه جدا وانه شاف لنا حلقة قبل كده احنا عملناها عن التيك توك اغفلنا فيها ان احنا نتكلم عن الفيديوهات اللي بيعملوها دلوقتي للشباب عشان يتريقوا فيها على ناس من محافظات معين استاذ احمد بيقول انه ده كان من اسوأ الحاجات اللي هو شافها على الاطلاق على السوشيال ميديا وان احنا بقينا كدولة واحدة بنقطع في بعض كمحافظات قسمناها زي الدول صراحة انا معرفش هرد هو احنا من امتى فعلا بقينا بنقسمها كده او من امتى اصلا كان فيها التقسيمة دي يعني التقسيمة دي مين اللي اخترحها او جات منين او جات ازاي نهيكم عنه استاذ احمد طلب ان احنا نعمل حلقة كاملة بنناقش فيها موضوع زي ده لانه هو شايف انه ذي قلة زوق نش هقول اللي هو قاله انه ما ينفعش انا كأهالي الحضر او كشباب الحضر دلوقتي ابقى ببص لأي حد من اي محافظة على انه اقل احنا لسه بنتكلم على انك تطور من نفسك وتبقى متعلم ومثقف واخد كورساتك وبتطور طول الوقت من كفقتك لكن لاجبنا سيرة ان ده ضروري يكون مثلا لو انت حد من اهل الحضر او لو انت حد من اهل الريف ما قوليش الكلام ده خالص يعني الموضوع ما بيتقصش بكده زي ما قلتلكم قبل كده كتير الحاجة الوحيدة اللي بتحدد انت من ناس ولا لأ مش انت مكانك منين ولا انت مستواك المادي عامل ازاي الحاجة الوحيدة اللي هتحدد ده طريقتك في التعامل ينفعش ابدا نبقى كمان بناكل في بعض يعني قسمناها دول رسالة تانية ام لتلات بنات جزء هتوفى والجد ليه الوصاية على البنات بحكم انه الاب الله يرحمه واخد منهم كل حاجة عربية المرحوم وفلوسه كل الحاجات المجمدة العقارات والارض اللي عندهم كل حاجة اخدها وبيتصرف فيها في حاجات مثلا متأجرة وبيديه الربح وهو بياخد الايجار ده وفي حاجات هو باعها بالفعل وما اكتفاش بكده هو كمان عايز يطرد الام وبناتها من الشقة اللي هم عايشين فيها مش عايز هو بالفعل اطردهم بعد الحاح طويل منه ان هي تمشي هي والبنات معرفش يروحوا فين يعني انا مش عارفة هو بيقولهم ان هما يمشوا بيحاول يخرجهم من بيتهم كان بيفكر ان هو يوديهم فين او ان هما ممكن يتصرفوا ازاي ويروحوا ويعيشوا فين بس هو كان مصر ان هي تسيب البيت البيت عشان هو عايز يبيعه كان بيقول لها ان هو المرحوم الله يرحمه وبيعه بالفعل بس ما فيش اي حاجة تثبت ده تخرج من البيت تخرج من البيت ازايك يا معصام عملا ايه احمد الله مادام هويدة نعم اه لا بركز معاكي مادام هويدة من المينيا مصبوط كده ايوا حضرتك معصام قضية النصب قضية النصب ضد نرهان قضية النصب نرهان اهلا بيك يا معصام اتفضلي انا بتصل بحضرتك بشكر حضرتك وبشكر البرنامج انهم اوجفوا معينا وحب الحمد لله خدنا حقنا وصلتوا لأي يا معصام نرهان خدت تلات سنين واحمد تلات سنين والحق المدني ودعيته بالحق المدني اه تلات سنين زي اقصى عقوبة الجريمة النصب اه وبشكر المستشار حسن مزار وبشكر المركزة بفنونة انهو اتبنى العضية بتاعكنا وبشكر الانستاذ شيمال نادي انهم كلهم مكفوا معاين واحنا كمان بنشكرك يا معصام الحمد لله ان ربنا رجعلك حقك اه ام معصام اللي كانت رفع قضية نصب على المتهمة نرهان والمشكوف حقه او المتهم بعد الوقت لانه ده خلاص اخذ حكم احمد جزها لأي حد ما شافش الحلقة دي دي حلقة كنا عامنينها في السيزون الاول قضية اللي واحدة نصبت على ناس كتير جدا فاكتر من 900 الف جنيه اه القضية دي هما كسبوها واخدت تلات سنين ويدعوا بالحق المدني يعني حقهم بيرجع لهم ام معصام فرحتني جدا جدا بحاجة زي كده لانه القضية دي كانت مرفوعة من اقل من ثلاث شهور يعني احنا لما تكلمنا عنها هنا في البرنامج كانت لسه مرفوعة ما فيش ايام واحنا نتكلمين عنها حوالي من شهرين يعني في اقل من ثلاث شهور كان بالفعل تم الفصل في القضية واخدين اقصى عقوبة لجريمة النصب اي حد بيفهم في القانون او دارس الكلام ده او حتى مش دارس هيعرف انه اقصى عقوبة لجريمة النصب هي لثلاث سنين اللي اتنين اخدوا ثلاث سنين واللي اتنين ادعوا عليهم بالحق المدني وان شاء الله ياخدوا تعويضات عن اللي حصل لهم وترجع لهم كامل مستحقتهم ده معناه انه بالفعل لما بنبقى عايزين نوصل حاجة او نسمع صوت بنقدر ان احنا نعمل ده يعني احنا كل الوسائل اللي عندنا سواء التكنولوجية او القانون او الوسائل الاعلامية هي بالفعل بتوصل صوت وبتحقق نتيجة ما فيش حد بقى تاني يقول والله لو قعدنا نتكلم من هنا اللي مش عارفة ايه ما حدش هيسمع لنا لا بيسمعوا وبيتحركوا انا فاكرة كمان القضية دي يوم ما تكلمنا عنها تاني يوم المركز في المينيا نزل ناس مخبرين يدوروا على المشكو في حقهم ويكشفوا عنهم ويعملوا تحرياتهم يعني الاسبوع اللي بعده ومعصام اتصلت بينا تاني وقعت لنا ان هما بيجي لهم تهديدات بس انه بالفعل حصل متابعة للموضوع من المسؤولين سواء في النيابة بفتح التحقيق وبالاسراع فيه او سواء في الاسم بان هما نزلوا ناس تدور بالفعل على المتهمين دول او المشكو في حقهم فده معناه انه بالفعل لما بنتطلع نتكلم عن حاجة او لما بنصير مشكلة صوتنا بيوصل او بيحقق نتيجة الناس اخدوا اقصى عقوبة بغض النظر عن شكر ومعصام للبرنامج او شكرها لمركز ابو فنونة الحديري على ان هما وقفوا معيها وعملوا الواجب اللازم قانونا بس انا بشكر اي حد كان سبب في انه هو يعمل بلاغ في نفس المشكو في حقهم دول ان هما كانوا نصبين على ناس كتير جدا انه جات لنا مدخلات كتير وقتها قالوا فيها انه هما كمان يتنصب عليهم لانه يمكن انتوا من غيركم لو كنتوا سكدتوا وتخازلتوا واعتبرتوا انه ما فيش حاجة حصلت ما كانش هيحصل كل ده يعني الموضوع مش واقف عند حد بس اي حد ليه حق ما يسكتش عليه يحاول فيه مرة واثنين وثلاثة عشان يقدر يجيبه لانه الحقوق مش بتزيع ربنا معايك معصام واسعتيني جدا باتصالك كل الناس اللي عملت بلاغات اتمنى ان انتوا تكونوا اخدتوا حقوقكم او ان انتوا تكون فلوسكم رجعت لكم اي حد عايز يتواصل مع المركز بخصوص الموضوع ده او عايز يتابع بقية القضية لو هو كان فيها ممكن يبقى يتصل بينا او يتصل باركام المركز اللي هي بتظهر في الفواصل نرجع بقى الموضوع بتاع الست ام البنات الجد بعد ما طرد الام من الشقة بتاعتها دور عليها وعارف هي عايشة فين وعلشان هو مش عارف ياخد منها الشقة كمان بقى قانوني يعني هو طردها وقاعد فيها بس مش عارف يبحها لان الاوراق بتاعتها معاها عمل لها قضايا هي وبناتها اللي هم احفادوا قضايا مخلة بالشرف وقضايا سرقة كل شوية بيتاخدوا على القس البنات بقت سمعتهم زي الزفت بقاش في حد راضي يشغلهم وما بقاش في حد بيتقدم لهم دنيتهم وقفت كل شوية في مشكلة جديدة كل شوية بيغيروا محل سكن عشان يهربوا منه لان هو لنفوذ وبيعرف ناس يجيبوهم تاني الامة ذي وهي بتكلمنا هي بس بتحكي يعني لما بنسألها نقدر نساعدك بايه او نرفع لك قضايا او تحبي تتكلمي او صوتك يوصل لاي حد مرديتش خافت ان الدنيا يعني اسوأ بالنسبة لها او ان نحصل لها مشاكل وعقبات اكتر من اللي بتحصل دلوقتي ليها هي كل اللي هي كانت بتقوله كانت بتسأل سؤال واحد بس انا نفسي حد يطلع يرد علي ويقول لي ازاي جد ممكن يعمل كده في احفاده اللي هم حتة من ابنه ابنه اللي هو بالفعل مات يعني المفروض انت تبقى اكتر الناس خوف وحرص على بناتك دول من بعدي انا ما عنديش اجابة على السؤال ده ومش عارفة اصلا يعني مين ممكن يجاوب الام دي على سؤالها بس رجاء فكروا الف مرة الف مرة قبل ما تيجو ناحية ناس ايتام باباه مش موجود حتى عشان يدفع عنه ده لحمك ودمك لو انت بتسمعنا دلوقتي او لو اي حد بيعمل ده بيسمعنا دلوقتي اتقل لا في كل الناس اللي من بعدكم عشان كل الناس دي هتحسبوا عليها اشوفكم الاسبوعي الجاي على خير ان شاء الله قبل دلوقتي بساعة استنونا في الى اخر اشتركوا في القناة